هنا في هذا المركز التابع لجهاز الإغاثة والطوارئ الذي ادعت إسرائيل فجر اليوم إلى أنها استهدفت خلية تابعة للجماعة الإسلامية القريبة من حماس في حين أن الوقاعة الميدانية على الأرض والصور الإسعاف تدلل على أنه مركز لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية لأهالي المنطقة لا شك إلى أن هذا التطور الجديد الذي حصل مع ساعات الفجر هو تطور مهم في عدد الإصابات في صفوف المدنيين هنا في لبنان خاصة إلى أننا نتحدث عن سبعة وكان قد سبق ذلك منذ شهر في غارة على النبطية أدت في حينها إلى سقوط عشرة من المدنيين اللبنانيين السؤال الأساسي الذي يطرح الآن على الساحة اللبنانية هل أن هذا التطور الجديد سيفتح صفحة في المواجهات ما بين حزب الله وما بين إسرائيل تكون أقصى مما كانت عليه في الأشهر الماضية وخاصة إذا علمنا إلى أنه مع ساعات الصباح الأولى قام حزب الله بإطلاق العشرات من الصواريخ الكاتيوشة باتجاه الجليل الأعلى